أهلا بكم أيها الرائعون اليوم إن شاء الله في واحد من أقوى دروسنا في الربح من AdSense Arbitrage خطوة بخطوة أمامكم إن شاء الله سنريكم دراسة حالة كي تفهموا جيدا وأيضا تطبقوا لتتمكنوا من تحقيق أرباح ممتازة من AdSense Arbitrage بترافيك رخيص ورخيص جدا وهذا الترافيك يعني جعلنا من جوجل يحبه فإن شاء الله سنريكم التفاصيل هذه أثبات السحب يعني الانفالي ترافيك يكون فيه سفر والحمد لله وهيضا هذا الرسيل الخاص بجوجل AdSense فيعني بإذن الله التفاصيل ستكون خطوة بخطوة معكم إخوتي الأعزاء سنريكم كيف ستعملون في هذا المجال سنريكم أهم الأخطاء التي يجب تفاديها وأيضا سنريكم يعني التركات التي مكنتنا يعني من ربح هذا المبلغ بسهولة وسنريكم أيضا كيفية استغلال هذا الترافيك في تحقيق أرباح مضاعفة بإذن الله يعني الرواق الخاص بنا سيكون ممتاز وممتاز جدا يكاد يتجاوز 200% بإذن الله أولا وقبل أن طريقة في شرح أخوتي الكرام حذرت لكم مفاجأة رائعة ممتازة جدا لكل المتابعين الأوفياء فكما ذكرت في الجروب الخاص بنا ترقبوا مفاجأة رائعة بالجروب رح أعمل لايف قريبا في هذا الجروب إن شاء الله سنوزع فيه العديد والعديد من الهدايا حسابات AdSense لتوانية حسابات AdSense UK وأيضا مواقع جاهزة يعني كل المنظمين للجروب الخاص بنا إن شاء الله سيشاهدون هذا اللايف وسيشاركون في السحب فكما تلاحظون يعني جروب الخاص بنا متفاعل جدا الحمد لله نحن أكثر من 7400 أخ نتعاون جدا في هذا الجروب اسمه الجروب AdSense Arbitrage Tricks فمرحبا بالجميع انضموا إلينا ستجدوا رابطه إن شاء الله أيضا أسفل في ديسكريبشن مرحبا بكل الأخوة الذين سيرسلوننا وسيدخلون إلى هذا الجروب سنوافق على الجميع فقط اكتب أنك آت من يوتيوب حتى يتم الموافقة عليك في الجروب وإن شاء الله سنكتب التفاصيل الخاصة باللايف حتى تتمكنوا إن شاء الله من المشاركة في هذه المسابقة والربح بالجوائز القيمة التي ذكرتها منذ قليل نبدأ شرحنا على بركة الله وهذا هو إن شاء الله البلان الخاص بالAdSense Arbitrage الذي سنعمل عليه اليوم الطريقة العمل ستكون إن شاء الله أخوتي الكرام بهذا الترافيك الترافيك البوش نوتيفيكيشن أكيد تعرفون البوش وهذا الترافيك الرائع حاليا في الانترنت عندما تأتيك نوتيفيكيشن في هاتفك أو اللابتوب ويعني تقول لك يعني جاءت كرسالة أو جاءت كإيميل في هاته النوتيفيكيشن سنستغلها طبعا في جلب الترافيك عالي الجودة إلى جوجل AdSense بين الله الطريقة ستكون بهذه الطريقة بين الله هي أنه راح نجلب الترافيك إخوتي الأعزاء من البوش أو من مواقع البوش سنرسلها إلى لندينج بيج أو صفحة الهبوط الخاصة بنا صفحة الهبوط سيكون فيها إعلان AdSense أيضا حتى يعني الناس اللي تدخل صفحة الهبوط ممكن تشاهد عن AdSense وممكن تنقر عليه وصفحة الهبوط هذه راح تحوله إلى أيضا الويب سايت الخاص بنا وطبعا الويب سايت الخاص بنا راح يكون فيه مقالات عالية الجودة أيضا يكون فيها إعلانات AdSense وأيضا لو منقرش في المرة الأورى في إمكانية كبيرة ينقر المرة الثانية إيش الهدف من هذه الطريقة؟ الهدف أنه راح نعمل على شيئين أول شيء هو نسبة CTR راح تكون جيدة والأهم أنه نسبة البونس رايت راح تكون قليلة يعني كلما كان البونس رايت أو نسبة الارتداد الخاصة بالزائر ضعيفة كلما ذلك كان سبب أنه AdSense تحفظ على حسابك ويعطيك أرباح جيدة والأهم في هذه الميطود أنه بمجرد أنه يدخل إلى هذه اللنديج بيج راح يصير Regeneration Free Traffic أنه هذا Free Traffic راح يرسل أيضا يعني أعلانات يعني عفوا ترافيك إضافي إلى موقعنا يعني هنا في نفس الوقت نعمل بالPush Notification والPush Notification يؤدي إلى Free Traffic أو ترافيك مجاني هذا ترافيك مجاني أيضا سيرسل إلى موقعنا طبعا نتكلم عن ترافيك حقيقي عالي الجودة سأريكم كيف سنجعل من الPush Notification ترافيك عالي الجودة وترافيك ذي قيمة خليني نحلل معكم الحملة في أيامها الأولى كما تلاحظوا إخوتي الكرام يعني CPC 0.23 يعني يعتبر CPC جيد لماذا أقول جيد؟ نحن هنا سأريكم بعد قليل أننا لن نستهدف دول غنية بالمرة بل سنستهدف دول فقيرة وفقيرة جدا لنحصل على سعر كليك للألس رخيص جدا وCTR 5% يعد أيضا مقبول كلما كان CTR أقل من 10% كان ذلك يعني جيد لضمان عدم إغلاق حسابك أو يعني أنه يأتي كلمة لقدر الله فيعني الشسمه CTR مهم جدا أنه ما يكون عالي جدا وكما تلاحظ هنا يعني حتى الRPM يعني على كل ألف زير نربح 12 دولار وهذا يعتبر جيد بمقارنة بالترافيك الذي سنعمل عليه الشركة اللي رح نعمل عليها أخوتي الكرام هي Push.house طبعا ليس بشرطه أنك تعمل بهذه الشركة في آلاف الشركات أنك تقدر تعمل تيست وتجرب معها أنا في هذا الكورس اخترت هذه الشركة لأنه أقل حد الإيداءة فيها 50 دولار فقط والترافيك انتاحة بوم مقبول لا أقول جيد جدا ولكنه مقبول سأريكم الدليل بعد علحظات فكما تلاحظوا أهم شيء يعجبني في هذه الشركة أن الإيداءة فيها 50 دولار فقط وأنه يعني الـ CPC للدول اللي رح نستهدفها رخيص ورخيص جدا على سبيل المثال شوفوا هنا CPC لدولة بريزيل يعني أقل CPC هو 0.04 يعني رخيص جدا أيضا نستهدف الدول اللي قلنا الدول الفقيرة أيضا استهدفت الدولة كما نيجينيا 0.03 دول يعني ضعيفة ويعني CPC انتاحة رخيص جدا فهذه هي أغلب الدول اللي استهدفناها رح نوريكم الحملة بعد قليل ولكن قبل أن نوريكم تفاصيل الحملة شوفوا أخوتي الكرام كيف تمكننا باستخدام هذا يعني سكريبت نرسله إلى هذا السكريبت هذا سكريبت طبعا يكون فيه هذا الأعلان الذي تراه الآن أمامك أخي الكريم أو الأعلانات الخاصة بالأدسنس يعني طبعا سنستخدم أعلانات الأدسنس والأعلانات هذه إخوتي الكرام يعني الناس طبعا شجيرنا من الموبايل سنستخدم ترافك مئة بالمئة من الموبايل يجي للترافك أو الزائر لهذه الصفحة الليندينج بيج يدخل إلى صفحة الليندينج بيج يجد طبعا صفحة النيكست وهذا طبعا سكريبتي أخني جيري شكرا لهو لكني قمت بتطويري بطريقة رهيبة جدا بعدما يجاوب يعني الستبيان ويتبع الصفحات يوجد نفسه في الصفحة الأساسية الخاصة بنا الصفحة الأساسية طبعا كنت كتبنا فيها مقال عالي الجودة وتكون طبعا موجود فيها أعلانات أدسنس هذا كيفاش تعمل هذه الطريقة المميزة سكريبت خاص بسكولرشيب ليش اخترنا مجال سكولرشيب أو مدارس لأنه ببساطة أخوتي الكرام هذا المجال من أغلى النقارات في جوجل أدسنس يعني بلغة أخرى حتى وأن نجلب زائر رخيص كما قلنا منذ قليل زائر من نيجيريا وزائر من أرجنتين أو شيء من هذا القبيل يعني في العادة يكون الزائر لو يجيبنا النقارات في الأدسنس راح يكون المعدل يعني سنت أو سنتين لكنه كما لاحظت أنا كما وردتكم منذ قليل لو نعود لحسابي أدسنس نلقى أنه السي بي سي متاعي يعني سفر فاصل ثلاثة عشرين ويعني الحملة هذا في أول حملة في آخر الحملة وصلت أكثر من نصف دولار لأني ركزت على دولة جنوب فريقيا ورغم أنه جنوب فريقيا يعني السي بي سي متاحة سفر فاصل سفرين أربعة إلا أني يعني قدرت أني نوصل نصف دولار في السي بي سي وهذا يعتبر جيد جدا جدا تصوره زي نشريه بنصف فاصل سفرين أربعة يعني ومع السي تي اير خمسة بالمئة نلقى روحي نربح في نصف دولار عن كل زائر من نقرة كمعدل وهذا يعتبر ممتاز وممتاز جدا يعني بعملية حسابية كل مئة زائر أخوتي الكرام أجد نفسي يعني نسبة التحويل هي خمسة بالمئة فكل يعني مئة زائر يجبوني خمسة نقرات خمسة نقرات في نصف دولار جيني اثنين دولار ونصف وأنا نكون صرفت يعني سفر فاصل سفرين أربعة على كل زائر يعني بلغة أخرى أني نلقى روحي دافع يعني تقريبا أربعة سنت ومدخل يعني اثنين فاصل خمسة دولار هذا هو أربعين سنت نعم ونلقى روحي يعني مدخل اثنين فاصل خمسة دولار يعني الروح تقريبا أربعة مئة بالمئة هذا هو ما يسمى بالأربيتراج المميز جدا لكن 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 نركزوا معي معا لكن أنه الترافيك من هذه المواقع ليس مضمون مئة بالمئة أخوتي الأعزاء لأنه للأسف هذه الشركات البوش تلقى فيها ناس يعني غير محترمين يقوموا بعمل بوتاتو غيره فإيش عملت أنا قمت بفلترة الترافيك هذا الترافيك بموقعات سكور وهذا مكنني أني نرسل فقط الزوار العالين الجودة شوفوا معايا أرسلت يعني هنا في هذا التست أرسلت الفين وثلاثمائة زائر كما تلاحظوا فقط منهم الف وتسعمائة وسبعين هم الزائرون الجيدون كما تلاحظ أخي العزيز يعني نسبة الجودة في الزوار الزوارة 85% فقط هنا نحط ستات مثلا على سبيل المثال نلقى أنه عندي 400% يعني ترافيك جانيك 4% ترافيك بروكسي و4% ترافيك بوت فهذا الترافيك طبعا سيء جدا يعني تقريبا قداش ثمانية 12% ترافيك يعني غير جيد وهذا مهم جدا أنه هذا الترافيك لا يصل إلى لأنه لقدر الله يسبنا غلق الحساب أو حتى الليمت فمهم جدا أنه هذا الترافيك لن يصلنا بالمر أخوتي العزيز فهذا طبعا ترافيك سورس والدول كما قلت لكم منذ قليل الدول اللي استهدفناها كما تلاحظوا دول فقيرة جدا أثيوبيا نيجيريا كسترا يعني دول صعر نقرة فيها رخيص جدا حتى نتمكن يعني من تحقيق أرباح ممتازة جدا كما تلاحظوا حتى الديفايس هنا يعني مختلفة اكسترا طبعا هنا بالناسبة للجهازات فقط نستهدم السمارتفون فقط يعني استهدفنا عفوا أن الناس مستعملي الهواتف لنستعمل بي سي في هذه الحالة فهذه طبعا أغلب الأحصائيات حاول يعني آآ أنه يكون ترافيك عالي الجودة بهذه طريقة استخدمناها قدرنا أن يعني نصل إلى ترافيك عالي وعالي الجودة إخوتي الأعزاء وهذا هي يعني الحملات كيفاش قمنا بإنشاءها طبعا عشان جي بنا أفضل سي بي سي هنا لو نريكم شوي الكمبين اللي استهدفناه طبعا عملتلهم ستوب حاليا فيعني هذا هو سي بي سي طبعا حطيته بطريقة مانيويل كما تلاحظوا استخدمنا دول فقيرة كما آآ آآ غانا كينيا جنوب افريقيا اكستر اكستر هذه دول الهه لكلها أمامكم بهذه الطريقة اهم شيء اهم شيء بيش تنجح حملتنا الاعلانية في البوش نوتيفيكيشن أنا شخصيا نستخدم هذا الموقع بيش نقدر نعمل حملة اعلانية ناشئة بيش تكون حملة ممتازة جدا تجلب الترافيك الخاصة ليه طبعا في حالتنا نحن طبعا ليس الاموال او شيء منها القبيل في حالتنا طبعا هو فهنا نحط نشوف الناس اللي تخدم في الحملات مثل الحملة اللي انا قاعد نعمل فيها اخوتي الاعزاء وكي ما تلاحظوا هذه الناس اللي هي ناجحة في هذا المجال نقوم بالتجسس عليها ونعمل حملات كيف الحملات اللي هما عاملينها يعني من غير ما نجتهد انه نعمل نفس الحملة ونقدر نكون ناجح باذن الله في نفس الموقع كي ما نقلت مش بشارطي هي نخدم في بوش هاوس خدمت انا بروبر الادس خدمت في عديد المواقع ديما اللي نقدر نقيم حبرة اثنين فاكتور الفاكتور رقم واحد انه نسبة البوت تكون قليلة كل ما يكون الموقع اللي يبعثوا لي افضل بالنسبة ليانا الموقع افضل وثانية عامل هو طبعا ما يكفيش انه يبعث لي ترافيك يعني يكون فاليد وللناس مش متفاعلة مثلا بروبر الادس اا يعني من افضل ما مريت ايضا اا هذا الموقع في العديد مواقع اخرى مثلا ترسلك ترافيك اوكي ويكون فاليد لكنه مش متفاعل يرسلو لك مواقع يعني بين قوسين مواقع يعني لا اخلاقية ومواقع يعني ستريمينغ وغيره فهتي يعني عادة ان يكون الناس غير متفاعلة مع المحتوى اللي انا نقدمه فحتى لو جاني زي زه نلقى انه ما فيش نقرة فمهم جدا اني نختم على العاملين العام رقم واحد قلنا انه الترافيك يكون جيد العام رقم اثنين انه يعني السيستم يكون اا ممتاز به وكيما قلت لكم طبعا مهم جدا اني نفلتر الترافيك الخاص بنا نتمنى يكون الشرح اليوم واضح واعجبكم اخوتي الكرام بالنسبة للناس اللي تحب تتعمق اكثر في مجال الادس انس اربيتراج وتشوف سورسات اخرى من الترافيك عداء البوش نوتيفيكيشن وتفصيلات في هذا المجال عنا الكورس ادسينس اربيتراج ترافيك ثري دوت زيرو فيه ما شاء الله العديد والعديد من التفاصيل وديما نعمله ابدات وراح نعمله ابدات اضافية باذن الله في ايضا ترافيك او ترافيك بي وترافيك سي في الترافيك بي طبعا هنا حكينا على البوش نوتيفيكيشن هاتي المرة استخدمنا عكس اليوم عندما واريتكم واريتكم الموقع الاخر ايضا واريتكم كفيش نجمو نستخدمو الفيسبوك باش نربحو ارباح وطبعا طبعا السكريبت اللي حكينا عليه اليوم موجود في الموقع حتى تتمكنوا بش تعملو به وتتمكنوا انكم يعني تنطلقوا في البوش نوتيفيكيشن اه كل شي تفصيلي والحمد لله تقدروا ان تنجحوا في هذا المجال اه الناس المهتمة بالكورس راح نخليكم رابط الواتساب الخاص بنا تتصلوا بنا وان شاء الله فقط اذكر انك يعني اتي من اليوتيوب وانك متابعة المنوات الارباح وباذن الله راح نقدم لكم الاضافة وراح نقدم لكم افضل اسعار باذن الله سماع العليم فمهم جدا كما كنتم قول منذ قليل اخوتي الكرام انك تركز في حاملتك على يعني الدول يعني اللي تكون سعر النقرة الرخيص لانه بلغة اخرى انا لو مثلا لو استخدمت امريكا لهذا ليستخدم معادة سعر النقرة 0.04 مهما جبت في سي بي سينتا الادسنس ما يكونش سعر كبير وطبعا هذا النيتش لا يتماشى مع المجال الذي استخدمه انا هنا اني ادعو الناس انه تمشي يعني تسافر الكندا ونوريهم يعني كيف يقومون بذلك عبر هذا المقال طبعا دليل كيف تستطيع ان تبدأ بالدراسة في كندا فاكيد الناس في امريكا لن يكونوا مهتمين بالدراسة في كندا اخوتي العزاء فطبعا هذا يعني يكون يشمل دول فقيرة انا جربت الدول اللي ذكرتها منذ قليلا انت تقدر جرب دول اخرى طبعا تست هو لي قدملك ارباح انا مثلا ما جربتش روسيا على سبيل المثال روسيا لاني اظن اولا مشاكل وثانيا السعر النقر انا بالنسبة لاي السعر النقر انا ما يمنش المشاكل بين روسيا وامريكا او روسيا وكندا ديما انت ابحث دولا عن دول اللي تكون سعر نقرتها رخيص برشا باش تقدر تواجه وتقدر انك تحقق ارباح ممتازة هذا هو شرحنا لهذا اليوم نتمنى يكون تفصيلي فهمته كل شيء الحمد لله نحن هنا نبخل عليكم باي تفصيلات وبإذن الله راح تكون في موقعنا دولوز دورية عشان نقدر نحن يعني نشرح لكم ادسنس اربتراج بتفاصيله وراح تكون في العديد من الهدايا والعديد من الكورسات الاخرى شكرا لكم جميعا لايك 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 لمجهودنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته